أهلا بحضراتكم من جديد وفاقرة ترند الترند فاقرة ترند الترند النهاردة هتكون لها علاقة بموضوع مهم جدا بالنسبة لكرة القدم في إفريقيا وفي مصر طبعا الكرة الإفريقية في مرحلة تغيير جلد في مرحلة تطوير وفي مرحلة تحديث بالنسبة للفترة اللي جاية هذا الأمر طبعا جاي في توقيت وانت بتلعب المسابقات الإفريقية سواء للأندية أو للمنتخبات في إطار الأجندة الدولية في إطار مباريات الدوري المجموعات دوري الأبطال كاسي كونفدرالية مقبل على سوبر إفريقي في ظل جائحة كورونا مع كل هذه التفاصيل مقبل على انتخابات كونجرس الجمعية العمومية للإتحاد الإفريقي اللي هتكون في الرباط إن شاء الله بعد عشرة أيام من الآن يوم 12 مارس في الرباط بشكل رسمي خلاص الجمعية العمومية هتكون في المغرب يوم 12 مارس عايز أعليكم بس على خبر ممكن تم إعلانه منذ لحظات قليلة من خلال الاتحاد الإفريقي لكورة القدم هذه الجمعية العمومية لن يحضر فيها وسائل الإعلام بشكل نهائي يعني ما فيش أي وسيلة إعلامية هيسمح لها بالحضور في هذه الجمعية العمومية نتيجة طبعا للقيود المفروضة بسبب جائحة الكورونا وهذه القيود طبعا فرضتها السلطات المغربية خلال الساعات الأخيرة والاتحاد الإفريقي بالتأكيد التزم بهذه القيود الخاصة بجائحة كورونا وأعلن أنه مش هيكون فيه أي حضور لأي وسيلة إعلامية لتغطية كونجرس الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي ويكون حضور وسائل الإعلام افتراضي لمتابعة هذه الجمعية العمومية من خلال الفيديو كونفرنس أو الأولاين خلال الفترة اللي جاية وبالتالي المتابعة هتكون متابعة دقيقة جدا في ظل عدم وجود أي وسيلة إعلامية طبعا في البداية كان احتمال يكون فيه حضور لكن للاتحاد الفيديو أنا هيدي اعتماد رسمي وبعد كده فكرة الاعتماد الرسمي بقى تقدر تاخد بيه تأشيرة أو لكن في النهاية الكاف أعلى منذ لحظات قليلة أنا مش هيكون فيه حضور لأي وسيلة إعلامية لكونجرس الجمعية العمومية في الرباط لحضور الجمعية العمومية وأيضا نتيجة الانتخابات خاصة الانتخابات هتكون على ثلاث مناصب مهمة جدا بنتكلم على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي بعد فترة أحمد أحمد وبنتكلم على فترة أو عدد أعضاء المكتب التنفيذي اللي هيمثلوا القرى الإفريقية في الفيفا كمكتب تنفيذي للاتحاد الدولي وبنتكلم على التجديد النصفي للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لقارة القدم بشكل عام دي يقدر نقول في الكواليس واللي تم خلال الساعات الأخيرة يعني فيه إطار توفقي في إطار أن يكون فيه يعني مجموعة معينة هي اللي هتعمل الفترة اللي جاية في الاتحاد الإفريقي بالتزامن مع العمل في الاتحاد الدولي كل ما يهمنا في هذا الأمر أن الحمد لله تكون مصر محتفظة بمقعدها ومكانها في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وده موجود طبعا الحمد لله يمكن تحديدا آخر حوالي 17 سنة متمثلة في وجود المهندس هاني أبو ريدا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري السابق لكورة القادة يعني الفترة التوافقية أو الحديث عن فترة الانتخابات الفترة حالية الحمد لله بيسير بشكل جيد بالنسبة لمقعد مصر أنها تحتفظ بمقعدها والمهندس هاني أبو ريدا إن شاء الله بإذن الله يقترب من الفوز بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي يكون أحد القيادات الموجودة في الاتحاد الدولي بل يعتبر كمان أبرزهم أو أقدمهم في العمل داخل الاتحاد الدولي بعد فترة حوالي 17 سنة كل الوجوه اللي داخل الفترة الجاة كلها بنسبة 99% كلها وجوه جديدة لكن الحمد لله بتظل مصر من خلال مقعدها ومن خلال وجود المهندس هاني أبو ريدا محتفظ بهذا الكرسي وبهذا المقعد في الدورة القادمة من 2021 ل2025 ولا تعمل بإذن الله مع سياسة جديدة وإدارة جديدة وعمل جديد بالنسبة للاتحاد الإفريقي فيه اتفاقات ويعني بروتوكول بيتم بمسألة أن يكون فيه دعم لباترس ساموتسيبي طبعا الشخصية الجنوب إفريقية الشهيرة ورئيس نادي سانداونز هيكون هو الأقرب مثلا لرئاس الاتحاد الإفريقي حسب التقارير الصحفية والأخبار الواردة من الرباط وتحديدا خلال الساعات اللي جاية مع حضور كل المرشحين لنهائي كأس أمم إفريقيا للشباب في موريتانيا هتتضح الصورة بشكل كبير جدا لكن طبعا الاتحاد الدولي هو حجر الزاوية في هذا الموضوع والاتحاد الدولي لكرة قادمة من خلال رئيس وجياني إنفنتينو السويسري ليه دور كبير جدا فيه اتفاق كل الأطراف على الشكل أو الأشخاص اللي هيكونوا هم بيقودوا القرى الإفريقية في الفترة اللي جاء القرى الإفريقية بتحتاج إلى رأس مال كبير جدا للفترة اللي جاء القرى الإفريقية بتحتاج إلى أفكار جديدة بتحتاج إلى وجوه جديدة بتحتاج إلى صناعة رياضة أو صناعة كرة قدم جديدة كل ده عشان الاتحاد الإفريقي يخرج من الأزمة الملالة كان بيتعرض له في الفترة السابقة وفي نفس الوقت يقدر يكون عنده سبونسر يقدر يكون عنده رعاة يقدر يكون عنده حقوق بس فضائي بشكل متميز الفترة الجاية تغطي كل أنحاء القرى الإفريقية فكل ده عشان يحصل كان لازم يكون فيه توافق أو حسب رؤى المسؤولين في الاتحاد الدول يكون فيه توافق على الشخصيات اللي هتترشح سواء في مقعد الرئيس أو المكتب التنفيذي فيفا أو حتى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لقرى القدم دعية تضح بنسبة كبيرة يعني بنسبة 100% في اجتماعات موريتانيا على هامش نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اللي بالمناسبة هيكون النهامة بين غانا وأغندا بعد تأهلهم بالأمس بعد الفوز على تونس وعلى طبعا جنبيا في مرحلة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بنتكلم مثلا في اللغة العربية والأسبانية والبرتغولية المهندس هانيا بوريدة من ماصر كابتن أو الأستاذ فوزي لاججع رئيس الاتحاد المغربي من المغرب منتكلم أماجو بينيك من ناجيري رئيس الاتحاد الناجيري هو طبعا هيكون من الأنجلوفون لأن في ظل من الرئيس باترس موتسيبي طبعا جنوب إفريقي أنجلوفون فيكون المقعد فقط الأنجلوفون فيكون أماجو بينيك عندك مثلا فيه مقعد الناطقة باللغة الفرنسية عندك مثلا من بنين ماصر ونشاكوس ده رئيس الاتحاد البنيني وأيضا كمان مامادة هوري رئيس الاتحاد المالي عائشة يهانسن طبعا مقعد السيدة في الاتحاد الدولي ده بالنسبة لمقعد الاتحاد الدولي بنسبة كبيرة جدا بنتكلم عن كمان عن صحف كبيرة اتكلمت عن هذا الأمر خلال الساعات الأخيرة سواء صحيفة ليكيبي الفرنسية أو حتى تينيس بورت في جنوب إفريقيا تكلموا على فكرة برضو أقرب المرشحين للنجاح في الفترة اللي جاي لكن لو بنتكلم بقى على المرشحين في الاتحاد الإفريقي المكتب التنفيذي في شخصيات ضمنت مكانها بنسبة كبيرة جدا ونجحت بالتسكية طبعا أبرزهم في منطقة شمال إفريقيا الأستاذ وديع الجريء دكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي ضمن مقعده في شمال إفريقيا ونجح بالتسكية ما فيش أي مرشح نزل أصاده في منطقة غرب إفريقيا ألف طبعا أيضا كمان المرشح من ليبريا مصطفى راجي نجح بالتسكية في غرب إفريقيا به يمكن النيجر جابريلا حميدو بيقترب بنسبة كبيرة من الفوز بالمقعد في وسط إفريقيا في تشاد طبعا مصر جبرين أدم ده نجح بالتسكية بعدما طبعا تم استبعاد عدد من المرشحين في قرار لجلة الحكامة في الاتحاد الإفريقي في منطقة السكافة سليمان أوباري جيبوتي وده كان رئيس لجلة حكامة سابق في الاتحاد الإفريقي لكنه ما زال عضو مكتب تنفيذي بيقترب بنسبة كبيرة من الفوز بمقعد منطقة سكافة في منطقة القسافة يمكن في عدد من المرشحين لكن أبرزهم طبعا مكل من بتسوانا وألفس من سيشيل دول يمكن بيحظوا بدعم كبير جدا من عدد من الاتحادات في القرى الإفريقية وفي مقعد السيدات تقدر تقول فيه منافسة منافسة ما بين لساندلاتيري وإيكيتو من توجو فيه منافسة قوية جدا على الفوز بهذا المنصب مقعد السيدة في المكتب التنفيذي داتة جديد نصفي للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي بعد الانتخابات نقدر بقى نتكلم على بعد التفاصيل المتعلقة بقى بالتفاصيل المالية للبصابقات الإفريقية زيادة الجوائز وعوائد البس الفضائي وفي مفاجأة إن شاء الله ممكن تنتظر كل المتابعين للقرى الإفريقية بإذن الله يمكن نشعيز أحرام من دلوقتي لكن هقول لكم كده بس عنوان بسيط لها بإذن الله بعد انتخابات الاتحاد الإفريقي المسابقة دور الأبطال وكأس الكنفدرالية بإذن الله إن شاء الله دور التمانية احتمال كبير جدا إن شاء الله هذه المسابقات هتتنظم بخلال وجود تقنية الفيديو المساعد الحكم تقنية الفيديو المساعد الفار بنسبة كبيرة جدا هتكون موجودة من مرحلة دور التمانية في دور الأبطال وكأس الكنفدرالية وتحديدا ده يكون في شهر إبريل لكن كل ده هيتمه من نقشته وتنفيذه لعرض الواقع بعد نهاية الانتخابات في 12 مارس اخرج الافاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا وتفاصيل مهمة واخبار لازم نتكلم فيها من خلال ترند الال